طيب خليني أروح معاك كمان بقى للموسم الجديد وللدوري الجديد شايف إزاي بقى المنافسة على الموسم ده هتكون يعني بين الأندية كلها يمكن كنت بتكلم أنا وإحمد وبنقول إنه عايزين منفسة قوية عايزين إنه يبقى فيه منفسة بين على أقل أول أربع مراكز في الدوري يعني بنتكلم على أهلي بنتكلم على زمالك على بيرميدز على إسماعيلي عايزين يكون فيه منفسة لأن ده كمان في صالح النادي الأهلي إنت شايف المنافسة في الموسم الجديد هتكون عاملة إزاي؟ لا إلا أنا شايفه اللي النادي الأهلي هياخد الدوري برضو يعني إلا أنا مع احترام الكل الأندية بس النادي الأهلي لأ يعني النادي الأهلي وإنت زي ما أنت ما بتقولي يعني إنت عندك الأهلي وعندك الزمالك إحنا عايزين بقى يبقى فيه المقاولين ماشي بشكل كويس عايزين الإسماعيلي يرجع تاني عايزين الاتحاد عايزين آه يبقى فيه كذا نادي كده عايزين يبقى فيه تنافس التنافس دو بيدي طعم وبيدي حماس للجمهور اللي بيتفرج أصلا يمكن أنت مثلا أنا واحد من الناس بقولك قبل ما الدوري يبتدي الأهل هياخد الدوري طب ليه بتقولها بسقا كده أنا واصك في الفرعة بتاعت واصك في الهدي بتاعه إن شاء الله بس أنا حسيت أنه الأهل هياخد الدوري اللي هو منافتة اللي بتتكلم يعني والله مش كسة غرور ولا حاجة والله هي القصة للنادي الأهلي يعني بيقدر يحافظ من أول مباراة لآخر مباراة بيقدر يحافظ أكيد هيحصل لنا مثلا في الطريق أكيد هنتعادل أكيد لا قدر الله ممكن نتغلب بس أكيد هناخد البطولة أنا واصك في كده إن شاء الله ما بقاش الجماهير بتفرح بطولة الدوري زي الأول لا خلاص حتى لا قدر الله لو إحنا ما خدناش الدوري فالموضوع من نسباننا تخيال يا سارة أنت 42 دوري يعني يعني أنت يعني الموضوع عندك يعني أنت من كتر البطولات أصلا إحنا أنا كم بطولة دلوقتي 140 صح 140 مفروضا 140 في يعني على حسب موقع ساعات 138 لا 142 لا أكثر بسوة 140 140 طيب أنت ساعات أنت ساعات أصلا وانت بتحسب الدوري طب أنت خدت 41 ولا 42 أنت ساعات بتنسي صح يعني كاس مصر برضوك أنت برضوك ساعات الواحد بينسا طب إحنا خدنا 37 36 38 طب إحنا خدنا كم مرة بطولة أفريقيا برضوك ما شاء الله أنت تسع تسع مرات وبردوك ده في إنجاز تاريخي الكابتن محمود الخطيب على فكرة خد تسع بطولات وهو لاعب وهو نائب رئيس نادي ورئيس نادي ورئيس نادي